لدى تفضل سموه بافتفتاح معرض البحرين الخليج للصناعة أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حرص الحكومة على الدفع بالصناعات الوطنية عبر تشجيعها وتوفير البيئة والتسهيلات التي تضمن نموها وتطورها وتسويقها لفتا سموه إلى دعم الحكومة لكافة المبادرات التي تعزز التكامل الصناعي الخليجي لدورها الفاعل في منظومة التعاون بين دول المجلس مؤكدا أن مجلس التعاون تمتلك من المقاومات ما تستطيع من خلالها الانطلاق إقليميا وعالميا بالصناعات والمنتجات الخليجية منوها سموه بأهمية المعارض التي ينظمها القطاع الخاص بالترويج للمنتجات الوطنية والصناعات الخليجية كما أن إسناد مثل هذه الأنشطة ينطلق من تكامل أهدافها مع التوجهات الحكومية في دعم القطاع الصناعي محليا وخالجيا وزيادة اسهماته في العملية التجارية والاقتصادية وتعزيز دوره في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح معرض الخليج للصناع 2017 الذي تنظمه شركة الهلال للمعارض والمؤتمرات على مدى ثلاثة أيام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ولدى وصوله قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقص الشريط إذانا بافتتاح المعرض ثم قام سموه بجولة في أرجاء المعرض اطلع فيها على ما يشتمل عليه المعرض من منتجات في مجالات المعدات الصناعية والألمنيوم والنفط والغاز والبتركومويات والمعادن والخدمات اللوجستية والمدن الصناعية وأعمال القياس وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك قاعدة صناعية متطورة تشمل العديد من الصناعات الاستراتيجية والتحولية وأن ما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية تجعل من الاستثمار الصناعي خيارا استراتيجيا لاستدامة النمو واستمرارية مسارات التنمية لتحقيق المزيد من المكتسبات للشعوب الخليجية ونوها سموه إلى أن خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس هيأت المزيد من الفرص لتحفيز الاستثمار الخليجي في إقامة المشروعات الصناعية الكبرى معربا سموه عن تطلعه إلى استكمال متطلبات الاتحاد الخليجي والذي سيشكل دفعة قوية للنهوض الاقتصادي في دول المجلس لافتا إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي يشكل أحد الأدوات التي ترتكز عليها الحكومة في سعيها نحو تنويع مصادر الدخل لما يمتلك هذا القطاع من قدرة كبيرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وقال سموه أن مملكة البحرين حرصت منذ وقت مبكر على توفير التشريعات والقوانين الاقتصادية المتطورة واتخذت العديد من الخطوات التي وفرت البيئة الملائمة للاستثمار بشتى أنواعه وهما أسهم في تشجيع المستثمرين على أن تكون البحرين خيارهم الأول لإقامة مشروعاتهم منوها سموه إلى الأهمية التي يمثلها معرض الخليج للصناعة باعتباره فرصة سنوية تتلقى فيها كبريات الشركات المتخصصة لترويج منتجاتها والاستفادة من موقع البحرين الاستراتيجي كبلد رائد في مجال الاستثمار في المنطقة وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم المعرض والمشاركين فيه متمنيا سموه لهم كل النجاح والتوفيق من جهته تقدم سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ببالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على تفضله برعاية هذا المعرض الهام والذي يضع مملكة البحرين على قائمة الأجندة العالمية للمعارض المتخصصة عالميا وأكد أن هذه الرعاية الكريمة من لدن سموه تعكس اهتمام القيادة والحكومة الموقرتين المستمر باستقطاب الاستثمارات العالمية والمتنوعة وتقنيات الحديثة عبر مثل هذه الفعاليات والمعارض العالمية المتخصصة إضافة إلى تسخير كل الإمكانات والطاقة المتاحة والتسهيلات الهدفة إلى تطوير صناعة المعارض وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين وأشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى الدعم الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في مملكة البحرين والذي يأتي ترجمة لطموح القيادة الحكيمة وتوجهات الحكومة الموقرة في مواصلة النهج الحكيم الذي تتبعه البحرين والمتمثل بشكل خاص بالتركيز على القطاع الصناعي كقطاع واعد وتشهد مساهمته في الناتج المحلي تصاعدا كبيرا عاما بعد عام منوها في هذا السياق إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والاستراتيجيات الوطنية التي تصب في هذه الرؤية وأضاف أن المعرض يحظى بدعم كبير من المؤسسات الصناعية بمختلف مستوياتها في مملكة البحرين كما يستقطب اهتمام عدد كبير من الصناعيين والمستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي من ناحيته أعرب السيد أنور عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضل سموه برعاية سموه للمعرض سنويا مؤكدا أن ذلك أسهم في تحفيز العديد من العارضين على المشاركة في المعرض منوها باهتمام سموه الدائم بالدعم ومساندة كافة الأنشطة والجهود التي تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني بما يعكس ما يتمتع به سموه من رؤية اقتصادية حكيمة غايتها نماء مملكة البحرين وتطورها كما تقدم السيد جبران عبد الرحمن المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضله بافتتاح المعرض مشيدا بما يوليه سموه من حرص على مساندة الاستثمارات الوطنية وتهيئة المجال أمامها لتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من اجل بيئة استثمارية جاذبة تفرساحة المحلية برفع المستوى الاقتصادي يأتي معرض الخليج للصناعات في نسخته العاشرة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مواكبا للرؤية الاقتصادية 2030 حيث يمثل احتضان البحرين المتزايد للشركات الصناعية نجاحا للاستراتيجية الصناعية الحكومية تطوير الصناعة هو عنصر مهم في استراتيجية الدولة وفي رؤية 2030 تهدف الى خلق اقتصاد متنوع اقتصاد متنافس واقتصاد يعتمد على التصدير لدول العالم كلها بالاخص لمنطقة الخليج الله الحمد المصنع هذه المعرض هذه كل سنة يزيد عدد المشاركين فيه والسنة فيه ايضا شركات من خارج البحرين مشاركة ويكون منصة للشركات البحرينية ان تتعارف على الشركات الخارجية وتفتح لها اسواق اخرى خارج المملكة شركة الهلال للمعارض والمؤتمرات تسعى من جانبها خلال تنظيمها السنوي لهذا المعرض الى التعريف بالمنتج الصناعي البحريني محليا واقليميا وعالميا في 91 شركة والوقت السنة الماضية كانت 79 فهذا دليل على ثقة الصناعيين في المعرض في البحرين احنا نمر الان بتجربة صعبة اقتصاديا كل دول الخليج نتيجة لهبوط اعصار النفط الا نرى من واجبنا الان كيفية تنشيط الاقتصاد الوطني بمعنى في هذه الفترة الانسان لا يفكر في الربح يفكر في استمرارية بعقلية براغماتيكية بان الاقتصاد مثل باي عمل اخر مثل الفصول الاربعة حضور ملفت من الوجه الشبابي البحريني الذي كافح من اجل الانخراط في القطاع الصناعي برأس المال او بالجهد ذلك ما يعطي مؤشرا للانطلاقة البحرينية الناجحة في المجال الريادي وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعرض السنة ناس ما انتم شايفين اغلبية المشاركين واغلبية العارضين من فئة الشباب وهي شي طيب واحنا في شركاتنا نقدم فرص حق الشباب ان يتطورون في الشركات الصناعية والحمد لله المعرض قاعد يواكب استراتيجية البحرين 2030 طبعا لما تكون شاب وتروح للشركات الكبيرة يطارعوك وقاط يعني انه صعب يتعاملوا معك انك توق ما يبتدل هاي المجال يعني في البزنس لما تحضر المعرض وتراهم حجمك وشنو تقدروا تقدم لهم يسهل عليك انك توصل الهدف يعني توصل للزبون بطريقة سهلة يعني من غير تحقيق تحقيقات وصعوبات يعني خبرات متنوعة وصناعات شتى تعرف عن نفسها وتسوق انتاجها في هذا المكان ما يسهم في تأمين قاعدة اقتصادية متينة تقفز بالسوق المحلية وتجابه جميع التحديات الاقتصادية الراهنة شبكة علاقات كبيرة تتمتع بها المملكة على الصعيد الصناعي يبرزها هذا المعرض الذي يضم كوكبة من العارضين والمؤسسات على المستوى المحلي والدولي لتلفزيون البحرين صالح يوسف